يجتمع وزراء الخارجية العرب مرة أخرى في مقر الجامعة العربية لبحث آخر المستجدات الخاصة بمختلف القضايا المشتركة وعلى رأسها القضية الفلسطينية انعقد الاجتماع في ظل التصعيد المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والصمت الدولي في شمال غزة لم يكتف الاحتلال بالقتل والتدمير إلى حد محو المدن وإلغاء مقاومات الحياة لسنوات قادمة وإنما صوب نيرانه نحو البطون الخاوية لتبقى هذه المسبحة شاهدا على حالة عجز عالمي غير مسبوقة أمام حالة بلطقة ووحشية غير مسبوقة أيضا وزير الخارجية الفلسطينية أكد على ضرورة دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري عدم قدرة المجتمع الدولي على إحداث اختراق في مثل هذا الموضوع وتفكير ببدائل بما فيها إسقاط المساعدات جوا رغم أنها تساعد ولكنها في الحقيقة ليست هي البديل لا يجب أن نهرب من مسؤولياتنا حيال مثل هذا الموضوع بالبحث عن بدائل مثل الإسقاط الجوي لأن الإسقاط الجوي مهما كان يمثل نقطة في بحر ولا يمثل الشيء الكثير ويعكس ويعكس فشل المجتمع الدولي في توفير مثل تلك المساعدات رغم أننا نقدر ونشكر كل الدول وعلى رأسنا جمهورية مصر العربية على المساهمة في إدخال هذه المساعدات وفي إسقاطها جوا إلا أننا نعتبر أن هذه ليست البديل المطلوب ولا يجب أن يكون هي البديل المطلوب خلال المؤتمر الصحفي شدد وزير الخارجي الموريتاني على أهمية التحركات العربية لحجد المجتمع الدولي ووقف الحرب على قطاع غزة أوضاع كما قلت على مستوى الأراضي البلسطينية محتلة وكانت المعالجة على هلازم مستويات أولا تقييم الأوضاع انطلاقا من قرارات لمستوى الجامعة العربية فتح الأبواب للتفكير في الحل الدايم هو بناء دولة فلسطينية خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية التكاتف العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي في المجتمعات العربية وأهمية رفع عدد من القرارات الاقتصادية للقمة العربية الرئاسية والتي ستعقد في مملكة البحرين في مايو القادم قضايا سياسية واقتصادية والاجتماعية مطروحة على طاولة مناقشات اجتماعات وزراء الخارجية العرب والتي تتصدرها القضية الفلسطينية في ظل الحرب على قطاع غزة ومطالبة الشعوب العربية بأهمية وقف تلك الحرب وأقرار حل الدولتين منها الجامعة العربية منذرة بودوح أني للأخبار